حطيت الزباة دي على اللحمة المفرومة وعملت لهم اكلة حلوة جدا من كتر جمالها ومن كتر ما هي كان طعامها حلوة جدا بقوا بيطلبوها مني كل يوم لو انت بقى لسه ما جربتش الطريقة دي يبقى انت فايتك كتير وبجد الطريقة حلوة جدا وتستاهل التجربة ومش هتندمي لو جربتها يلا بينا بقى نسمي باسم الله ونشوف حضرناها ازاي هحضر بقى كمية اللحمة اللي انا هعملها كانت اقل من نص كيلو لحمة مفرومة باهرتها بไป الملح فافل اسود ومعلقة كبيرة من الطوم البودر ومعلقة كبيرة من البصل البودر راشة صغيرة من الحباه للمطحون حطيت معلقتين كبار من بهروة الكفتة وربع معلقة صغيرة من بيكنج بودر البصلطين كبار مبشورين وحط البصل بالمية بتاعتهم واهم حاجة الاضافة بتاعتنا الحلوة جدا وهي كوباية كبيرة من الزبادي وحبتدي اعجن كل حاجة مع بعض كويس جدا حد محس ان اللحمة بتاعتي كده بقى فيها عرق يعني ايه اللحمة فيها عرق؟ يعني اللحمة وانتي بتشديها بتحسيها بتمط كده والانسجة بتاعتها كده بتكون بيكون فيها زي خيوط شايفين؟ ايه دي القوام المزبوط لللحمة حبتدي بقى ان انا اسيخ الكفتة بتاعت زي عايز اقولك ان الكفتة بيكون طعمها زي كفتة الحاتي اللي بنشتريها من بره بيكون طعمها حلوة جدا حضرت اسياخ الشيش طاوق وشوية من الزيت حدهن ايدي بدهنة خفيفة من الزيت وحياخد كطعة لحمة وحبتدي ان انا اسيخها على سيخ الشيش طاوق اللي هو الاسياخ الخشبية انا هعمل حجم السيخ يكون حجمه متوسط مش كبير اوي ولا صغير علشان كمان اعمل كمية كبيرة تنفعني ان انا اعملها على مرتين او كمان على ثلاث مرات حبتدي اسيخ الكفتة بتاعتي وبعد ما بسيخها بقفلها كويس من فوق ومن تحت من عانا اسيخ كده علشان ما تفكش مني وبعد كده بدلها الى شكل الحلو ده حديك فكرة حلوة اوي حقولك ازاي تحفظيها عندي في الفريزر وطلعيها على الشوي على طول بجد الطريقة سهلة جدا واقتصادية وكمان تستاهل التجربة وحوريكم ان ازاي انا عملت كمية كبيرة جدا من اقل من نص كيلو اللحمة مفرومة لو حبت اعرفي طرق اكلات تكون حلوة واقتصادية وكمان على قد الايد وكمان ما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها فانا كدب لكم طرق كتيرة جدا لأكلات كلها اقتصادية وعلى قد الايد الاكلات دي كلها انا مجمعها لكم في لينك واحد بس اللينك ده حسيبه لكم في البايو وكمان في اول تعليق تقدروا تبصوا عليها وهتستفيدوا منها كتير وده شكل اسياخ الكفتة بعد مسيختها ما شاء الله الكمية تلعت معي 16 سيخ من قفتة الحيتي ده كان اخر سيخ معي حاخده برضو وحسياخه بنفس الطريقة حطته على السيخ فردته وقفلت عليه من فوقه من تحته وعطيته الشكل الجميل ده بايدي شايفين مفيش احلى ولا اجمل ولا اسهل من كده حنعمل اي دلوقتي حبتدي احضر صلطة حلوة جدا بتتحضر مع المشاوي وهي صلطة البصل بالسماء حضرت بصلتين كان حجمهم متوسط قطعتهم لشريح كانت رفيع بهرتهم بشوية ملح وشوية سكر معلقة سويرة من الخل ومعلقة كبيرة من زيت الزتون او اي زيت نباتي واهم حاجة معلقة كبيرة من السماء ونقلب كل حاجة مع بعض وبكده صلطة البصل بالسماء كانت جهزة معينا بغطيها وبدخلها التلاجة وبطلعها وقت الاكل على طول علشان تكون طعمها حلو شايفين شكلها قد ايه جميل يالله بينا بقى نرجع للكفتة بتاعتي انا الكفتة دخلتها التلاجة ساعة كده علشان ترتاح بصوا بعد ما تلعت من التلاجة حرك فيها زي ما انت ما عايزة ولا هتفك منك ولا هتنزل من السيخ ولا هتتقطع ولا اي حاجة سخنت الجريل بتاعي ورصيت عليه اسياخ الكفتة لانا كنت عايزة اشويها بقيت الكمية هحفظها عندي في الفليزر وهطلعها اي وقت انا عايزة استخدمه طب ازاي احفظ الكفتة من غير ما تلزق في بعض هجيب طبق واحط عليه الكيس بالشكل ده كده وحط اسيخ الكفتة وحسيب ما بينهم مسافات وهحط من فوق طبقة تانية من الكيس وحبتدي ان انا احط ما بين الفراغات دي يعني ما بين كل سيخ وسيخ هحط سيخ كفتة بس كان فاصل ما بينهم الكيس اللي انا كنت حطاه من فوق اوعي تحطي اسيخ الكفتة وتخليهم لازقين في بعض علشان لما تيجي تطلعيهم هتلاقيهم لازقوا ببعض والكفتة هتتقطع وهتبوز منك اعمليها بنفس الطريقة هبتدي بقى اغلب الكيس ده بستريتش او بكيس تاني يكون نديف وقفله كويس جدا ودخله على الفليزر وطلعه هو لسه امتلك كده حيفك مني بكل سهولة وابتدي اشويه ساعة الاكل على طول ادي الكفتة بتاعتي كانت اتشاوت خلاص هبتدي بقى اشيلها من الاسيخ واحطها في طبق التقديم شايفين الكفتة بتاعتي كان فيها كمية طروا اللهم بارك رهيبة جدا طعمها ورحتها كمان كان فيه منتهى الجمال عايز اقول لكم ان اضافة الزبادي بيخلي الكفتة بتاعتك ليها طعم مميز وكمان بيكون فيها كمية طروا حلوة جدا انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا بالنسبة للبهارات اللي انا حطتها اللي هي بهارات الكفتة بتتبيع صعيبة عند اي عطار ممكن تجيبي منها بخمسة جنيه بعشرة جنيه على حسب الكمية اللي انت عايزها خلاص كده خلصنا الكفتة بتاعتنا وشلنا كمان الكفتة اللي احنا حطناها في الفليزر يلا بينا بقى نجيب رغيف عيش بلدي ونحط فيه كده سخين من الكفتة التحفة دي ونحط عليهم شوية من صلطة البصل بالسماء وما ننساش اهم حاجة صلطة الطحينة اللي حتنقل معانا لسندويتش التحفة ده بحتة تانية خالص بجد الطعم رهيب جدا جدا بتمنى طبعا تجربوا الطريقة وانا واسقة ان هي هتعجبكم وبالف هان عليكم مقدما